بعد هدوء حذر استمر قرابة ثلاثة أشهر قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية جنوب وشمال قطاع غزة القصف أحدث أضراراً مادية في المواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات الهجوم الصهيوني على قطاع غزة ليلة أمس واستهدافة لمواقع وأراضي زراعية ومدنية هو استمرار العدوان الاحتلال على كل شعبنا فلسطيني في الضفة الغربية عبر الاعتقال والاغتيال وبناء الجدار عدوانه على الأقصى عبر الاقتحامات اليومية كما حدث صباح اليوم عدوانه على غزة عبر الحصار تقول إسرائيل إن هذه الجولة من القصف جاءت رداً على إطلاق صاروخين من القطاع سقطا بمحاذاة شواطئ تل أبيب دون أن يتبنى أي فصيل فلسطيني إطلاقهما فيما يرى متابعون أن هذه الخطوة جاءت لإرسال رسائل مبطنة من الفصائل لإسرائيل الفصائل أرادت ربما إيصال رسائل غير مباشرة وهذه الرسائل كلها تصب في إطار إلزام الاحتلال الإسرائيلي على التقدم باتجاه إعادة الإعمار ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ قرابة 140 يوماً بات هو الآخر فتيل اشتعال متوقع للأوضاع في غزة بعدما هددت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد بالتصعيد حال استشهاده نحن نعتبر مصول حياة الأسير هشام أبو هواش إلى درجة الخطر يعني أن هناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل العدو الصيوني وتستلزم منها الرد كما وعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي برد على الاغتيال أي فلسطين وتحذر مؤسسات متابعة شؤون الأسرة من تدهور خطير يطال صحة الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري مما يهدد حياته يبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة عامهم الجديد على إيقاع القصف الإسرائيلي بداية يراها المتابعون مقدمة لتوتر ميداني أكبر في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين باسل عطار المملكة قطاع غزة